السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل محبينا العملات المصرية القديمة. في بداية الفيديو لو انت رسا جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك عشان كل الفيديوهات تجي لك على طول. ده ان شاء الله هنتكلم عن الاصدار العشر من فئة الجنيه المصري. وده الاصدار الاخير من فئة الجنيه. فركزوا معي في الفيديو لحد الاخر. عشان تعرفوا اللي الجنيه ده. بيجيب فلوس في حالة واحدة بس. فركزوا معي في الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا ايه الحالة الوحيدة اللي السعر للجنيه بيبقى فيه عالي جدا. فركزوا في الفيديو لحد الاخر ونعرف سعر الجنيه. الاصدار العشر من فئة الجنية وصدرت بتاريخ 29.5.1978 وبيشتير بالجنية الحديث او بالجنية مسجد قايب باي ومضى عليه كل من محمد عبد الفتح ابراهيم ومحمد امين شلبي وعلي نجم وصلاح حامد واسماعيل حسن ومحمود ابو العيون وفاروق العقدة لو نيجي نتكلم يا جماعة عن توقيع محمد عبد الفتح ابراهيم ده التوقيع الوحيد اللي هو المميز عشان خاطر الارقام المسلسلة اللي موجودة على الورقة ست ارقام بس اما لو جينا بتوقيع محمد امين شلبي الحد في روح العقدة وده الارقام المسلسلة سبع ارقام لو جينا لسعر الورقة دي يا جماعة لو هي بتوقيع محمد امين شلبي وعلي نجم وصلاح حامد واسماعيل حسن ومحمود ابو العيون لو هي جت بارقام عادية اللي هي السبع ارقام فده يا جماعة يجب اللي احتفاظ بيها عشان مش هتسوي لك حاجة اما لو هي جت بارقام مميزة زي صفار واحد صفار اتنين لحد صفار تسعة او الارقام السلط اللي هي كلها وحيات كلها اتنينات كلها تلاتات لحد ما يكون كلها تسعات فده بتراوح سعرها ما بين عشرين جنيه لحد ما توصل لحد الانصر بتوصل لخمسين جنيه اما التوقيع الوحيد المميز والتوقيع الوحيد اللي هو سعره عالي اللي هو توقيع محمد عبدالفتاح ابراهيم وزي ما جينا قلنا اللي التوقيع ده ست ارقام بس ومحمد عبدالفتاح ابراهيم مضى على اول عشرين من لام واحد لحد لام عشرين فده بتراوح سعره لو هي بارقام عادية فبتراوح سعرها ما بين خمسين جنيه لحد ما بتوصل لحد الانصر لامتين جنيه اما لو هي جت بارقام مميزة زي صفار واحد صفار اتنين صفار تلاتة لحد ما يكون صفار تسعة او الارقام السلط اللي هي كلها وحيات كلها اتنينات كلها تلاتات لحد ما يكون كلها تسعات فده بيتراوح سعرها ما بين 300 جنيه لحد ما توصل لحالة الانصر اللي هي حالة البنك يعني بتوصل سعرها لحد 1500 جنيه ودي صعبة يا جماعة اللي هي تتلاقى يعني اللي هي تكون اول بريفيكس لمحمد عبدالفتاح ابراهيم بلارقام مميزة ويكون كمان بحالة البنك فده كان سعر الاصدار العشر من فئة الجنيه المصري الشعير بجنيه مسجد قايب باي وفي نهاية الفيديو ما تنساش اشترك في القناة وتفعل القرص ودعمنا باللايك عشان كل الفيديوهات تجيلك على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة